أخوتي العزائز مرحبا إن شاء الله سوف نرى طريقة كريم ديبلومات يظهر رائع بعض الأخوات البولية هذه الكريمة يعني عود ما يعمل كريم بورك يعمل كريم ديبلومات يعني بطريقة سهلة هنا كما تلاحظوا الموسم دي البرتقال نرى طريقة تحضير دي الهد الكريمة يظهر رائعة تبعوا المراحيم من الأول إلى الآخر للناس يقول لك المقادير ويقول لك لا تعطي ناج مقادير لا تعطي ناج وصفة سوف نعطيكم كل شيء بالتدخيق كما تلاحظوا عندنا جوج بيضات 25 جرام ديال كريم باتيسير 25 جرام ديال كريم باتيسير 50 جرام ديال السكر 250 جرام ديال ديال عسير البرتقال وانا ان شاء الله ماذا ندوج لكم الكأس اللي يقول لك بالكأس غادي تشوفوا الطريقة هنا اذا بندوجوا الطريقة غادي نعملها جوج بيضات كما تلاحظوا وغادي نعطيكم السكر بالملعقة عندي هنا ثلاثة ديال معالق عامرين شوية محالك دا كيكونوش عامرين بززززززز يعني كتلقها بومبيغة واحد شوية هنا يا كنخلطوا هاد السكر مع البيض مزيان وانا خسنا باش هاد السكر يتخلط باش ما يتحرقناش فوق النار هنا يا وغادي اه نعبر لكم هنا يا ان شاء الله بالكأس عندما كأس الاول يعني كأس ونص وافي ديال عصير البرتقال هنا يا كما قلت لكم جوج ثلاثة ديال معالق ديال السكر وجوج بيضات كاس ونص وافي ديال عصير البرتقال وهاد خمسة وعشرين جرام ديال كريم باتيسيال هاد كريم باتيسيال كيخشكم تعملوه بالميزان وخادر نعطيكم بالملعقة رما غاديش يطلع لكم ولا بالكاس هنا غادي تخلطوه مزيان مزيان هاد الكريمة هاد بوحدها جزت مع واحد شوية من هاد الخاليط باش ميبقناش محبب هنا يا مني كان ضيفو المكوين ديالنا فوق النار غير كيبدا باش يجي يبدا يغلي غير كيبدا يغلي شوية كان ضيفو عليه هاد الكريمة ومع التحرك ما كان ما كان استمره بالتحرك ما كانوا وقفوش ابدا والنار ده باتفيت النار انتو ما بعد ما تجمع بحال اكدا صافي كان نزولو من فوق النار وكان خليه يبرد هناك كما كتلاحظوا ما كانوا يبرد ان شاء الله قد نعملو فى فى التلاجة حتي يبرد مزيان عملو عليه شي بلاستيك غدائي باش ميعمل ليكم مش ديك القسرة هنا يا انا عملتو حتى برد مزيان كما كتلاحظوا كنغطيوه بعد بابيس ويلو فى وهنا يا كما كتلاحظوا نستعملت هاد الكريمة لكى وريتكم هنا يا وحاولتهم نباشروا فى الكوى يقول لكى ان احضروا فى الأول احضروا فى النار كانت احضروا بسروروا يعني ان نزولوا الوصف لا نجعلوه شوائي بله اه هنا يا احضروا برد بحى وزيان ساعات سوائه ونص وفي المبرد في المبرد بحى البيت برد مزيان هنا يدربون بجيدة ولا تدخلوا ليلة كاملة اللي يـمطنون بخدامه بحالك دعم سواء كرم باتيسير بشكل كرم خوص مصر 500 جرام الميزان خمسمائة قرام. هنا عندي ثلاثة ديال الكيسان منه. يعني ثلاثة ديال الكيسان قل اصبوع يعني غير واحد شوية اللي خاصه. يعني لك الرطو دك شليف كامل غادي تبقى غير واحد شوية الكيس باش يعمل. وهنايا وهذه الكريمة خصة تكون باردة. الى ما كانش باردة ما قديش طالكم بحلقة دا. خصة تكون بيان غلاس. ما تكونش مجمدة ولكن كنكون باردة مزيان. هل يمكن لكم تطلعوها. كنطلعو. كنعملو نص ديال الكيمياء ديال الكريمة اللي عدلنا. هنايا وكنزيدوه النصف المتبقي. حلاك دا. وكنخلطوه مزيان. كنضربوه مزيان حتى كيولي شاد راشو مزيان. حلاك دا. وهنايا ان شاء الله غادي غادي يعجبكم ززافة ديال الكريمة هذا. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. را غادي يعجبكم ززافة. يعني انا كان عطيكم واحد الحاجة اللي غادي تفيدكم. وتفيدوا بها حتى الناس. يعني ارا غادي تعجبكم ززاف الخدمة تخدموا بها اي حاجة بغيتوها. يمكن لكم تخدموها بهاد آآ كريم ديبلومات بعصير البرتقال. انتم ما كمكت لحظة. انا كان عطيكم واحد الحاجة اللي ما غاديش يعطيها لكم حتى شي واحد. يعني كمكت لحظة. يعني دائما دائما. انا كان عطيكم واحد الحاجة اللي غادي تستفدوا منها. والحاجة اللي كتلبوا ليها. را كان عطيها لكم. وكت كنشاركها مع كل شي. وهنايا كنتمنى ان شاء الله تنال يعجبكم هذه الحلقة هذه. وهنايا اي شي تساؤل ما فهمتوش ولا شي حاجة. خليوا ليف تعاليق ان شاء الله. وغادي نجاوبكم. هنا يا را كنت كنت نهضر هنا يا في هذا الفيديو. كنت كنت نهضر بزاف على كنت 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 نشرح. وكن نهضر احتل على البعض الناس اللي كانوا آآ يعني صالحة. آآ كيبقى يتفرج وكي. كيستعفد وما كي يعطيك لا لايك لاحتي شي حاشا. وصراحة ارا ما كانش اللي يقتل هاد القناة في اليوتيوب او صفحة فيس بوك. الا انتم من اللي كتفرجو وما كتعطيوش اللايك للفيديو. يعني كتلقى اللايكات كلها للفيديو. وما كيقترحوش اليوتيوب ولا الفيسبوك للناس. ودبا هما كيبغيو الفيديو كيخصو يكون عليه الاقبال في اللايكات بزاف. باش كي حطوا علي الا اه كيشميتو. كي حطوا علي الا الاعلانات ديالهم اللي كتلقا كيتخلصو من الناس. يعني اذا عملت لكم هادة الصحنة التبصيل هادة. بحال شي طارت مثلا. كتخدمو عليها شوفوا كيفاش كيكون يعني كريمة كيفاش كتخرج من هاد دوية. ما كتقطع محتاش حاجة. ارا غدي تهجبكم ززاف ززاف. انا كنعطيكم واحد حاجة. بكل ما يصداقيا والله شاهدها دي. يعني فعلاً وعلاً وعلاً وخسروا أدريهم وأعتقد أنهم لا أسمح ليهم وعلاً عنهم وأنتم أن أظلهم لا أفعل أي شيء إليه تأثر من تمرت كريمة أو أن تكون كذلك alguna أشياء أو أن تُخدم من هذه الأشياء كانت أكثر من تمرت ومعان اللي يريدون أن أعلم و trouverنا من الناس الذين يقولون بك قرأ رأسAAAAAA أنا أكتين أنا أعلم وراءه الذي لا يتعلم هذا الذي لا يتعلم لا يعطيك الشروحات ولا يعطيك شواء ذلك ولا يعطيك شواء طيب لا يعطيك شواء تصلاح وماذا تكذل، أوكل ما تجد وليس يعطيك أسرار الحاجة هذا الذين يريدون لمشاهدوا سيروا عند هدوك اللي كيبقوا ويجربوا ويطيروا وكيبقوا ويعطيوكم واحد حاجة اللي كتجي كتعملها وكتصدق كتقولوا لي رمز كتصدق ليش وقا عملتها ما كتصدقش وقا كنعملها ما كتصدقش رمز هاد شي هذا وشكرا على حجن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة القديمة إن شاء الله